السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا صباح الفل نحمد ربنا ونقول الحمد لله على كل حال اجمل حاجة في الدنيا او في مطبخك ان يبقى عندك التوابل بتحتك حصة وانت اللي تتحانيها سواء بقى حمصتيها على النار ما حمصتيهاش المهم يبقى التوابل بتحتك حصة تتحانيها تغديها طبيعية 100% مش مخلوطة زي ما بنشتروها نعمة من بر حطيت ايه حطيت معلقة من الكزبرة الحصة مع ربع معلقة من الشمر مع معلقة من الكمون الحصة وطحنتهم تعالوا كده نجيب الطاصة بتاعتنا حطيت معلقة دين كبار من الزيت وحنزل بمعلقة كبيرة من التوابل اللي انا تحنتها هنعمل اكلة يا جماعة جامده قوي 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 اكلة زمان الاكلة اللي الكل حيتجمع عليها على طبلية واحدة او على صفرة واحدة خطيرة حنزل عليهم بايه حطحن ايه حطحن كان فص من التوم مع قطعة من الجنزبيل مع ارد صغير من الشطة الاكلة المشط شطة الاكلة اللي كلنا حنتجمع عليها اكلة الغلبة بتاعتنا بتاعت الطبلية الجميلة قوي 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 سواء بقى ده حياكل ده حياكل المهم اكلة الطبلية اكلة الجميع اكلة الشعب كله نزلت عليهم بالشطة اللي انا فرمتها مع التوم والجنزبيل وشم الريحة بقى شم الريحة مقدرش اقولك الريحة دي يعني هي ايه غير لما تشميها بس انتم اكيد متخيلينها طبعا هنزل عليهم بتلات وحدات من الطماطم متقطعين وكعابات صغيرة وحبضة ان انا اشوحهم كده يا الله الله على الريحة مش قادر اقولك مش قادر اقولك الريحة شكلها ايه او يعني ايه ايه شميها ازاي هنزل بقى بمعلقة ونص كبار من البابريكا مع رشة من الكركم وملح وفلفل اسود ونقلب يعني فضلا منكم ما تستخسروش لايك في الفيديو اتغطوا لايك واللايك واللايك مش كهرباء لا لايك حال اتغطوا لايك انا بحبكو هنصلق ثلاث وحدات ولا اربع وحدات من البطاطس على حسب العدد اللي حياكل باشرع هنخسلها كويس وبعدين نسلقها باشرع تعالوا بقى احنا نعمل ايه هنقصر البطاطس مش هنهرسها هنقصرها يعني يا دب فتحها كده من بعدها مش ههرسها بشوكا شغال بايدك شغال بالمعلقة شغال كله حالو اجمل حاجة الارنوب اللي فوق ده اللي بيشاور لكم بيقول لكم اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس بصوا اجمل حاجة والله يعني انا جبتلكوا الارنوب اعجب لكم ايه تاني ههههه تعالوا بقى نشوف كده الله بصوا بقى يعني المنظر اللي انتو شايفينه ده ماينفعش ابدا تستخسروا فيه اللايك ما تنفعش والله بجد شكل ريحة لون جامد جدا تعالوا بقى ننزل بنص كباية من الميا ونقلبها كده عشان خاطر يعني تبدأ ان هي بقى تخرج معايا تبقى صوس كده تقيل وحل بصو الحلاوة والجمال بصو تاني لايك لايك الاكلة ديت انا يعني جديتي الله يرحمها اللي كانت تجمعنا كلنا على طبلية واحدة على الاكلة الجميلة دي اكلات زيمان هي اجمل اكل صراحة ربنا حطيت 3 وحدات من الشطة كده حميد انا قلتلكوا الاكلة دي بتاعت المشط شطة تقدر تحطي بارد تقدر تحطي حراء حامي زي ما انت عاودة مفيش مشكلة هغطيها كده بصو رائعة يلا بقى اشتركوا في القناة يلا بقى افعالوا الجرس انتم مستنيين ايه يلا ننزل بي البطاطس بتاعتنا اللي احنا قسرناها ما هارسناهاش الاكلة دي مش هتكلفنا على بعضها كلها على بعضها كده 6-7 جنيه ده في الغالة اللي احنا فيه ده ايام الرخص كانت ممكن تكلفنا 2-3 جنيه يعني مفيش مشكلة خلاص احنا بقى نقلب كده بصو اللون جميلة جدا يا سلام بقى لو انت عندك طفل صغير وما تحطيش الشطة الحراءة دي او الحامية دي وتديله بقى البطاطس دي تهريسيها كده على حرف ايدك وتديهله في بقه بالتوابل الجميلة دي هتبقى يعني حياكل منها ويبقى يعني حل والله بجد حياكل منها كده ويربرب معك ويدخن كده ويربرب يبقى جميل حطينا هنا نص كباية من الميا هبدأ ان انا حط الرشة صغيرة من البابريكا مع رشة ملح مع رشة فلفل اسود عشان بس ازبط التوابل تاني بعد شوية الميا اللي انا حطيتهم دول ونقلب كده ونقلب وتعالوا بقى نشوف الجمال 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 على اصوله هسيبها بقى برضو يعني ايه كل ده يتخل يتجنس مع بعضو كده او يدخل في بعضو على النار ويدب بس دقيقتين ثلاثة اربعة بعد كده بقى تعالوا ايه نغرف الطبق بتاعنا طبعا الطبق ده ممكن تسحروا بيه ممكن تفتروا بيه حلو حلو ممكن يتعمل صندويت شات لولادنا مفيش اي مشكلة خالص بس الطبق حيجمعنا كلنا على طابلية ونرجع العادات بتاعت الزمان والاكلات بتاعت زمان بجد حاجة جميلة جدا 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 وطبق مغزي وطبق في متناول الجميع هبدأ بان انا اخد رشة شابت كده او كز برقة او بقدونش زي ما انت حاوزة وممكن تلغيها بس احنا بنعمل شكله كده حلو علشان ولادنا لما تقعد على الطابلية تاكل وبالفة هانا وشفا مع الرز مع المقارونا مع العيش مفيش مشاكل ومفيش يعني اجمل من كده ومفيش ابسط من كده بالفة هانا وشفا السلام عليكم ورحمة الله يباك اشتركوا في القناة